ننتهلوا بقى ننتقل كريم للعبة أخرى نتكلم عن المنتخب الوطني لكرة السلة بس تحت 18 سنة اللي حسب نهائي بطولة أمم أفريقيا للشباب كان بالفوز على منتخب مضغاشكر مباركة حلوة جدا عشان يتوك فيها الفراعنة باللقب وبجد بقول له حضراتكم اللي تابع المباراة لا أداء رائع بجد أنا محب جدا كمان لما تيجي تكلم عن ناشق في أي رياضة بتحس إنه هو ده مستقبل يعني الرياضة عندك مستقبل فريق الأول المستقبل المنتخبات بتاعتك فكويس جدا اللي بيحصل ده يعني عايز أقول لكم من البداية كان تمكن المنتخب المصري طبعا بقيادة المدير الفني كابتن عمرى أبو الخير من السيطرة كان شكل كبير جدا على مجريات المباراة أمام مضغاشكر وعلى فكرة مضغاشكر بالمناسبة يعني تقيلة ما هياش كده أو منتخب خفيف لا منتخب تقيل جدا ومطبعا مضغاشكر مستضيف المسبق أو انتهى بالفوز بالحمد لله بسكور حلو يا كريم انت بتكلم فيه جاب كبيرة 81-54 يعني جاب كبيرة وبالمناسبة احنا كنا تكلمنا مبارح طبعا عن منتخب الشباب اللي أحرز ميداليا الفضية فجهد محترم من شباب السلة ونقدر نقول ان هم بكده حققوا أو حقق المنتخب المصري للناشئين اللقى بالسادس في مسيرة مشاركة الفراعنة في بطولة إفريقيا للناشئين وده يعتبر إنجاز جديد طبعا للرياضة المصرية مبروك علينا يعني جميعا هي يعني إنجاز طبعا محترم جدا ويتماشى جدا مع فكرة إن المدير الفني هو كابتن عمراء بولخير واللي من حضراتكم يعني من متابعي والمحبي كرة السلة فهو عارف كويس قوي يعني قيمة هذا الاسم لأن احنا بنتكلم على واحد من زواهر الكرة السلة المصرية في فترات مش قليلة وكان أحد ألمع نجوم المنتخب المصري لكرة السلة فطبعا خالص تهنينا لي وطبعا كل الفريق اللي معاه اشتركوا في القناة